السلام عليكم بخاركي مرحبا بكم طبيدي مجتبه هذه تكون عندي بزاق ما ذات بفيديو ولكن هذه أماد صراو أحداث خطيرة جدا حبيت نعلق على حسب هانتي تتبعي ب أحداث أهم أحدث لحبيت نتطرق له هو وصر البارح لما صرح وزير الخارجية الفرنسي لأن سلطات الجزائرية سمحت بتحليق طائرات أو المقاتلات الفرنسية بعضور أجواءها لكي تقوم عمليات في مالي سلطات هذا الحدث هذا الحدث يعني هو مش أنا ليا ما استغربتش شيء كما هذا لأن العصابات لرايحة مجزائر قادرة تعمل أكثر من هذا الشيء وهما يعني ما عندهم حتى حرج حتى يمدوا أكثر أه لأن كنا أنا في الجزائر كأن هناك تنسيق أمني بين قوى الناطو اللي هي فرنسا وأمريكا أه تنسيق مخابراتي يعني حتى الوزير الداخلي السابق صرح وقال يعني أه زرهوني أه صرح وقال بلي أه 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 عندهم مكاتب هنا في الجزائر العاصمة يعني أه كل هذا كل هذا يبرره يعني بمكافحة الإرهاب وأن الجزائر الرائدة في هذا المجال ويعني تبريرات ما عندها على أساس لا راس أه دائما أه البعبع هذا تعل الإرهاب هذا المسلسلة الطويل ما حبش خلاص أه باش يبرروا به العمليات القادرة ل ل ل لاختراق سيادة الوطن و يعني كما يقولون يعني بالدرجة يبيعوا البلاد أه 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 على كل حال البلاد مبيوعة في العمليات القادرة و لذلك كما يقولون أه 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 أي تبرير من عند الدولة هم يقول لك أي عندهم الحق و احنا احنا نعرفوا خير من الدولة أه هكذا يقولون يعني بصريح العبارة أه أه احنا رأنا هنا يا إن شاء الله بش من أه أغلبية العشاء بالجدائري أه فاهم اللعبة وفاهم أه وفاهم أه 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 كما يقول لك أه أه كما يقولون 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 ما عليش خلونا نبلبلو شوية ونفضغوش كاين في قلوبنا المهم أه قلنا هذا يعد اختراق للسيادة الوحدة الترابية لل البلاد وهذا حاجة خطيرة جدا يعني أه مهما كان لأن الدستور أه الدستور الجزائري الحالي ما يسمحش أننا الدولة أه تسمح لأي أه 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 هناك فريد أه 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 تدخل في أه أه شؤون دولة أخرى أه 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 إذا كانت فرنسا أو أمريكا عندها أه 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 يوجدون ملاطع أخرى التي توجد حدود مع مالي يذهبون ويسرونها وما يدخلون الزائر في الوسط فقط فرنسا هذه نحن نعرفها من أجل الشر الذي يأتي معها الشر قلوا لي يرحم بابكم أسكر شفتوا هل رأيتم أي مستعمرة فرنسية كما قولوا إحنا بداية رفدة بالرأس قلوا لي أي مستعمرة استعمرتها فرنسا دوركها راهي بلاد مطورة ولا بلاد اللاباس بها دائما هذه البلدان عايشين في مشاكل من بينها الجزائر من بين هذه الدول اللي اسموها الجزائر يعني خلاصة القول أن دوركها هذه الحرب اللي راهي صايرة دوركها في مالي دخلت فيها فرنسا والله العظيم ذكر الشر الشر وجانا الشر وربي يلطف ما راهيش حاجة سهلة يا جماعة والله ما راهي حاجة سهلة كان بعض الناس بلاك رامدين كما يقول احنا عيطاك التابية شغلها جزاك جمو فوحة وبعدها نورمال خلينا حلادوك نتبعو ليكي فرنسيونال واش يديرو فلاكو بدافريك وخلاص خلينا خليناك فرنسا تروح تضرب مالي ولا تضرب مانجس شعور لا غير لا واش راو صاري في في مالي راح يقيسن راح يقيسنه مباشرة أو غير مباشرة ديركت لا اللامة لابن عندنا حدود كبيرة ألف وربعمائة كمومتر حدود راهي كبيرة ومبعد وش يسرى؟ السؤال بالك يطرحوا جميعا بزاف ناس يقولك أمبعد وش راحي سرى؟ وش راحي سرى؟ دوك تشوف بلي عمليات إرهابية كما يسموها هما أماليات إرهابية في التزاير؟ دوك يبدأوا يقصوا في الشعب باش يقولوا للشعب أوقف معانا باش نحربوا الإرهاب؟ هذه هي؟ أو الجماعات الإرهابية اللي راهي في مالي؟ هذه كلها جماعات مخترقة أو مصطنعة؟ قاعد صلعتها المخابرات سواء المخابرات بتاع تزاير دياراس ولا مخابرات بتاع فرنسا ديستي ولا لسيار باش يلقوا مضرر يدخلوا لهذه البلدات هذه معروفة، معروفة واحد ما يجي يفتننا فيها؟ نحن كنقولوا جماعات سننه نهضروا على الرؤوس تاع الجماعات الراس الكبير تاع الجماعات هذه الإرهابية اللي اسموها همو يخلجهم لكازل ويروحون بعد يكونوا وينشير كأن شباب متحمس كأن الناس متحمسين كأن واحد يقول لك أنا مغير على ديني أنا والأخر أنا نحب نقوم الشريعة ولازم سلاح ولازم اسمو ولازم حاربة الطواغيت ولازم ولازم هذا هو الفكر تاحهم يروحوا وينضموا لهذه الجماعات وبسحل يسيروا هذي الجماعات وهم متخرجين من عند الكازرنات من عند المخابرات حتي يكونوا بؤرة توطر ويعطيهم مبرر لهذه البلدان هذوما الاستعمارية كما فرنسا وأمريكا بش يدخلوا ودرك هذي كيجاز الطيارة من وسمه من الزاير ودرك هذي الجماعات هذوما يجيهم أمر من عند الشيفان بتاهم ولا داخل الزاير أنا قدرتوا جواعات زائفات كي يهمنيها من البلاد يعني يديروا ديزاتانتا يبدوا يقتلوا في الشعب كما في تسعينت والناس بين سبب تآمن يقول لك هذو إرهابيين وهذو فدارهم يقتلوا في نورة هم جاءوا يديروا لنا فوضى في البلاد يتوه الدولة واش تخرج تخرج خيطات ولا عبر الوسائل الإعلام بتحهم ولا يقول لك يا شعب لازم توقف معنا باش نحاربوا هذي الإرهاب وبعد تقول لي كل يقول لي كل كل عمليات اللي تقوم بيها الدولة الجزائرية أو النجام الجزائري اللي تقوم بيها يقول لي ما شي مرفوض من عند الشعب هذي هي الخطة هذي هي الوبجيكتيف تح انظرك أي عامل تقوم بيها الدولة الجزائر ضد هذي الجامعات بعد يصرى الاخر هجوم موضة سواء كان هذي الهجوم بقتل جزائريين سواء مدنيين ولا عسكر وما يقول لك عمليات انتقامية وفي جامعة هذه هذي تحب تنتقل ويقول لك احنا نديروا عمليات انتقامية وبدأ يقتلوا والعسكرية ذاك راو شعبي اذا الوضع راهو خطير يا الجماعة ما راهو ويش حاجة شغول الحرب راهي في مالي يعني تزاير ما تنقاش حتى تقيع المحللين وكامل اسمه قال لك بلي تزاير تنقاش سواء مباشرة او مباشرة يعني ولا تزاير اتدخلت راح تنقاش مباشرة ولا تزاير قاعد اتجاب ذا روحها شوية قال احنا نعنعنعنعثوا غل الحدود تنتعنا وما ندخلوش وما نعامنوش يعني اه نعنعنعسو الحدود وبصحة هذا ما كان راح تنقاش غير مباشرة تنك اذا يا الجماعة احدا الأحداث يرايت ص Lauren احنا هذا الشعب هو الري لازم ترك يأخذ المبادرة ويوقف ويقول حب سناد الحرب بارسكو راح تقيسنا توسن فنومو وإحنا يا ماران اشحبين أما باش نقعدو هادا ساكتين اختي راسي اختي راسي اختي راسي راح تجي في راسك راح تجي في راسك وفي راس ولادك وفي راس العيلة تاعك وفي راس ولاد حمتك وكامل اذا انظرك الحل الوحيد راهو في يد الشعب الان مدام هاد الدولة راي متواطئة مع الدول الاستعمارية لازم الشعب يوقف ويقول احنا ماران اشحبين هاد الحرب وما ندخلوش مع فرنسا باش نديرو الحرب مع الاماليك ماران اشحبين نتورطوا زاير رايديجا اه محاصرة لحدود تتوعنا كامل مغلوقين جيرانا مارانش دايرين في الدولة التعالى في العصابات اللي راي حكمها في البلد مامش دايرين فيها ثيقة اذا باش نقول لكم اه اه حتى التوانسا المشاكل اللي صارت في الحدود تاع تونس اراهم شاكين في المخابرات تاع الجزائر اللي هي اللي راي يدير في الشوشرة لتماك حتى اه تجهد الطورة اللي صارت في تونس وبعد يقول لك اه اه شوف وصرا في تونس ارحنايا خلينا من الطورة خلينا من تغيير خلينا من وزمه هدو يديروا كلش باش يقعدوا في الحكم كلش 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 شيطان يديروه باش يقعدوا في الحكم ما يخلوه حتى واحد ما يخلو البلدان الاخرين ما يخلوه وزمه اذا يا الجماعة يا شعب لازم الان الوضع خطير وخطير لازم تتحمل مسؤوليتك وتخلت وتقول احنا ما راناش حبينا هذه الحرب وحبسونا الحرب هذه رانا حبينا نعيشو في سلام واختينا يا فرنسا اختينا اختينا ادي ولادك اللي يراهم حاكمين الزائر وروحي يديهم واختينا يا نامار يا نامار يا نامار يا نامار خلاص بركة ادعوش ومخابرات واخترعات واسمه حتى يكون بؤ بؤ أو يخوفوا به الشعب الشعوب بشهم بعد يقعدوا متحكمين متسلطين على الشعوب هادية كل الرؤاسة حتى ليسقطوا استعملوا هاد الورقة هادية الفاشلة قد دافق لهم الإرهاب والقاعدة وبن علي قال لهم الإرهاب والقاعدة ومبارك قال لهم الإرهاب وكلهم حتى السفاحة سوريا قال لهم الإرهابيين ولكن خلاص العالم فاق والناس مرقت وقوق ما بقاش هاد اللعبة القادرة أو اللعبة المستخدية وبعدها يتاجروا بدماء الأبرياء أنا شخصيا كجزائري ونبدل بسماح السلطات الجزائرية باستعمال الطائرات الفرنسية اللي كانت البارح تقنبل من المجاهدين وقتلت شهداء وقتلت أبرياء وقتلت أطفال ونساء وشيوه واليوم سمحوا لهم باش يجوزوا على الأجواء التعنام أنا كمواطن جزائري ما نسمحش ما نسمحش بأي مبرر كان مكافحة الإرهاب ولا مكافحة الجريمة ولا مكافحة القطوط ولا مكافحة الكلاب ولا مكافحة الكلاب ولا ما نسمحش وأك42 أكريكهم تقولوا إنه هل هذا السيادة وطنية وعندنا سيادة وارفع رأسك يا بل المعاييرات تاع الطوار الليبيين اللي كنت تقولون طوار ناطو اذوق اموا كانوا راحين يتندبحوا كانوا راحين يتقتلوا اموا عندهم سبا ما لقاوش العرب تخلاوا عليهم ما لقاوش القاو ناطو باركلي سلكهم قال كاروحيا ناطو سلكنا ولو اننا انا راني ضد ولو انني راني ضد تدخل ناطو ولا تدخل اي دولة جنابية ولكن ليس راسرا وكان عندهم مبرر علينا وحنا في الزايل واش من المبرر اللي عندنا؟ باش نخليوا طائرات الفرنسيات تجوز على الاجواء التاعنا وطرح المال يتقنبل واش من المبرر عندنا؟ كان يجيت فلسفلك ويقول لك احنا يا عندنا معاهدات وعندنا الله ينعل هذه المعاهدات لتمس سيادة الوطنية الله ينعلها لونك هذه الفلسفات هذه هذه الحجج غير مقبولة كما قلت لكم بركا احنا يا تاني وهو اللي يقولون انتو ما الناتو لذلك يقول لك احوش دخل الناتو هذي فرنسا برك وفرنسا عوضوا في الناتو وأمريكا عوضوا في الناتو اذا الدول من الدول الناتو يا اه دماعك غدوة من غدوة يديروا اجتماع ويقول لك نتدخلوا كامل يعني الناتو الدول اللي في الناتو حتى المانيا راهي عضو في الناتو راهي 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 دخلت بريطانيا راهي تساعد في فرنسا ولوجستيا والأخر امريكا كيف كيف اذا نتو حداتو دور هو اللي يدخل في الحرب هذه على مال اذا ليه كانوا خرجوا البوعبوع هذاك ليه كانوا يمال الفروباقونت تعل جوردان ويقولوا الليبيين جوردان لا نقول لنا جوردان هيا بينوا الناس طارتكم وراكم هذو اللي كنتوا تعايروا وطادروا وتقولوا وحنا يج وحنا 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 وراكم بينوا روحكم ما عندكم حتى مبرر باش تبينوا مجوهكم حتى الان حتى الان حتى الهادة الساعة السلطات الجزائرية ما خرجتش وقال اسوان فات ولا اكدت الخبر على الوزر الخارجية الفرنسي اللي يقال لهذا ما يرى ما يخرجوش لان الحاكم الفعلي في البلاد هي فرنسا يعني يقال كيقولها وزر الخارجية الفرنسي الاخري ان كما يقول كيدا حضر الماء باطل التيمم اذا يا جماعة الوادع خطير 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 جدا لازم الشعب يقول كلمته في هذا الوقت اليوم قبل الغضوة ما لاش نقولوا ديروا طورة ولا ديروا اسمو رانا نقولوا ما لاش حبين هاد الحرب واختيوا تزاير اختيوا لان فرنسا تجي كيما قلت الماء اللي وولي تجيب معها الشرب اذا وش حبي تنقل خاطئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي فيديو ان شاء الله اخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة